ضمن مساعيها لتهويد مدينة القدس تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادقتها على مشاريع استيطانية في المدينة المقدسة مخططات الاحتلال الإسرائيلي تتكثف يوما بعد يوم لتأكل المدينة المقدسة وتنهي أي وجود فلسطيني فيها آخرها ما أقرته حكومة الاحتلال ببناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة سورباهر جنوب مدينة القدس تعقبها خطة استيطانية مستقبلية تقضي بإقامة 500 وحدة استيطانية على أراضي قرية بيت صفافة جنوب المدينة إسرائيل تسابق الزمن في إنهاء مشروع الاستيطاني على الأرض خصوصا بعد أن أطلقت ما يسمى بخارطة الضمب لـ 2020 وفي مركز ومحور هذا الاستهداف هي القدس القدس في الفترة الأخيرة هناك مشاريع ضخمة تم إقرارها في المدينة من أجل استكمال تهويدها واستكمال عزلها على الضفة الغربية وتعزيز الأطواق الاستيطانية جنوب القدس في الحاجز الفاصل ما بين بيت لحم والكدس تم الإعلان 1446 وحدة استيطانية لتعزيز كفعات متوس وهي مستوطنة تربط ما بين جبل أبو غنيم ومستوطنات الممتدة على طول الخط الغربي حتى جوش أدسيون 230 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات اغتصبت أراضي القدس وباتت منترجعات ومناطق سياحية وترفيهية في تسارع للاستيطان لا سابق له ومعاكسا حتى لمن تهجه الاحتلال خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين كل ما قالته الحكومة الإسرائيلية عشية زيارة الرئيس بايدن وأثناء الزيارة فقط هو من قبيل التلاعب بالألفاظ والدليل على ذلك أنه بعيدة هذه الزيارة واصلت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على عشرات المشاريع الاستيطانية وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وما صدر بالأمس من مصادرات لمئات الدينومات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتهويد القدس تماماً هو ما يسعى لاحتلال له بشراسة خطة لا يكفي الشجب والاستنكار لإفشالها فهذا المحتل لا يفهم إلا لغة تؤلمه المقاومة بحسب محللين من رامالة المحتلة أسيل سليمان رؤيا